بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بتلاميذ المستوى الثالث ابتدائي لمدرسة رياض المعرفة مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في هذا الفيديو سنحاول أن نقوم بتصحيح مجموعة من التمارين التي أنتزناها عبر الوسيلات الواتساب مجموعة من التمارين تتعلق بالعملية الأرباع ثم إجراء التحويلات من قياس إلى قياس آخر إذن نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول إذن تبدأ الأول ضع وأنجز إذن كانت لديكم مجموعة من التمارين مكتوبة بشكل أفقي الآن لدينا الطريقة الشكل العمودي إذن نبدأ مع العملية الأولى 567 جمع 423 دائما نكتب الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات وننطلق مع الوحدات دائما نبتدئ من الوحدات هنا 7 جمع 13 10 أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد 6 جمع 2 هي 8 مع واحد احتفال 9 5 جمع 4 9 إذن مجموعة هو 990 إذن هذا هو التصحيح لهذه العملية لأغلب التلميذ كانت لديهم الإجابة صحيحة الآن نمر إلى التمارين الثاني 7489 جمع 789 إذن هناك نلاحظ بأن العدد الأول مكون من أربعة أرقام الوحدات العشرات المئات والألف ثم لدينا العدد الثاني مكون من ثلاث أرقام فقط الوحدات والعشرات والمئات إذن هنا لابد من كتابة الوحدات تحت الوحدات إذن بعد الكتابة الطريقة العمودية الآن نقوم بإنجاز العملية 9 جمع 9 18 أكتب 8 واحتفظ بالواحد 8 جمع 8 16 والواحد الاحتفاظ 17 أكتب 7 واحتفظ بالواحد 4 جمع 7 11 والواحد الاحتفاظ 12 ثم 7 جمع هنا لدينا صفر إذن هي 7 مع واحد الاحتفاظ هي 8 إذن نتمنى تكون كذلك العملية واضحة الآن نمر إلى العملية الطرح 9402 طرح 7213 إذن هنا دائما في العملية الطرح دائما العدد الأكبر يكون في الأعلى والعدد الأصغر يكون في الأسفل هذه كملاحظة ملاحظة الثانية هو أن في الكتابة الأفقية كتابة الأفقية المكتوبة على السطر دائما العدد الأكبر يكون هو الأول والعدد الأصغر يكون هو الثاني جيد إذن هنا 2 طرح صفر صفر طرح ثلاثة لا يمكن السلف وأرض السلف إذن هنا عشرة طرح ثلاثة يعني سبعة وأربعة طرح هنا أصبحت ثلاثة أربعة طرح ثلاثة أصبحت هي واحد لماذا هنا ثلاثة؟ لأن استلفنا هنا وردنا السلف إذن أربعة طرح ثلاثة واحد تسعة طرح سبعة يعني إثنان إذن الفرق هو ألفان ومئة واثنان وسبعون إذن هذا هو التصحيل هذه العملية نسبة العملية الثانية لدينا أربعة آلف وخمسم مئة وستون طرح خمسة آلف وخمسم مئة وواحد وثمانون إذن كما قلت لكم هنا بأن العدد الأكبر دائما يكون هو الأول هل عدد الأول؟ إذن هذا هو الأول عدد الأكبر أربعة آلف وخمسم مئة وستون أكبر من خمسة آلف وخمسم مئة وواحد وثمانون إذن هذا الربعة metropolitan هو العدد الأصغر إذن هنا لا يمكن أن نجزة العملية دائما لا بد أن يكون في الكتابة الأفقية أن يكون في العدد الأول هو العدد الأكبر والعدد الثاني هو العدد الأصغر لكن هنا في السطر هذا لدينا العكس العدد الأول هو العدد الأصغر والعدد الثاني هو العدد الأكبر إذن هنا لا يمكن أن ننجز العملية لآن نمر إلى التبرين الثاني أتم ما يلي إذا لدينا مجموعة من القياسات هنا نحولها إلى وحدات مختلفة إذا مثل هنا لدينا 3450 جرام نحولها إلى الكيلوغرام والجرام ثم 7 كيلوغرام و 340 جرام نحولها إلى الجرام ثم لدينا 7892 متر نحولها إلى الكيلوغرام والمتر ثم لدينا 6 كيلوغرام و 901 متر نحولها إلى المتر إذا لإجراء هذه التحويلات لا بد من وضع جدول قياسات هنا لدينا قياس سطر الأول قياس الكتل وفي السطر الثاني قياس الأطوال أو المسافة إذن هنا أرصوهم هكذا إذن هذا قياس الأطوال وهذا قياس الكتل الآن باستعمال هذا الجدول سنحصله هنا على 7340 كما تلاحظون هنا يعني سبقا شرحت هذا الدرس يعني شرحته بتفصيل جيد ثم لدينا 3450 جرام نحولها إلى الكيلوغرام والجرام إذن هنا سنحصل على 3 وهنا 450 سطر الثاني إنه يتعلق بالقياس الأطوال لدينا 6 كيلوغرام و 901 متر هذه مكتوبة أمامكم إذن كم تعطينا بالمتر هي 6901 ونكتبها هكذا ثم لدينا 7892 متر تساوي كم تساوي بالكيلوغرام يعني هاتك تلاحظوا أننا نكتبناها هي 7 لدينا في الخانة الكيلوغرام 7 وكم تبقى لدينا هنا 892 وهي 892 ونكتبها هنا لنسبة لها الجداوين يعني كيفية الكتابة في الجدول يعني سبقا شرحناها ومرات كثيرة نتمنى تكونوا استفتتم هذا الفيديو ومالتمرين نتلاقوا إن شاء الله فيديو آخر ودرس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته